انت عايز تقول لي ان القوات اللي معندهاش طيارات لو طلعت الكا اتنين وخمسين الهليكوبتر وراحت ضربت اول الكونفوي واخر الكونفوي مش هتخلص عليه ده الروس خلصوا على الليو بارد الجديدة اللي كان واخدنا الاوكران من الالمان خلصوا على كل الدبابات الجديدة اللي جات اتضربت ويقعد لانه مفيش غطى في الجو ما عندوش انت عايز تقول لي ان قديروف بتاع الشيشان وخوات احمد ما عارفوش يطلعوا يروحوا يقرقشوا الباشا ده يا جماعة حد بس يعني زكان وبعدين في الاخر ايه اخر اليوم قالك انا بقى الراجل بتاع فاجنر قالك ايه انا بقى ايه هاخد القوات التاني وارجع علشان حقنا للدماء هو بوتين ممكن يسبح بكده هاسيبك ترجح كده ايه اللي بيجرى دي روسيا يا راجل اهما الناس دول بيتعاملوا كده عاف الله عن مسالة في حاج بوتين كان شطان وخلاص الراجل رجع وقديروف والرجل بتاع بيلاروسيا اتكلموا وخلصنا الموضوع وصالوا عن نبي مفيش كده خالص ما عندوش صلي عن نبي ده بوتين ما عندوش صلي عن نبي بوتين يعرف يعني ايه خيانة وابتدوا يتكلموا ايه على الحلقات الضيقة اللي حوالين بوتين انه بوتين ده مش حواليه كيجي بيه حواليه حلقات هو عملها وعدد من الالجاركية وعدد